أبو يونس يقول عندنا نشاط سياحي يأخذون السائحين في جولة وفي البرنامج مسير جبلي وملتزمون بتقديم كافة الخدمات منها تقديم الطعام وقد يصادف ذلك بعض البرامج في أيام رمضان السؤال ما حكم توليهم حملة طعام والشراب للسائحين أثناء المسير الجبلي في أيام الشهر الفضيل؟ لا ينبغي لهم ذلك أولا مثل هذه الفعاليات إن كان هم الذين يقدمون أي أن المسلمين هم الذين يقدمون الطعام إلى هؤلاء فعليهم أن يكفوا عن ذلك أما إن كان أولئك يأتون بطعامهم بأنفسهم فذلك شأنهم لكن أن يقوم المسلم بتقديم الطعام إلى غير المسلمين في نهار رمضان فذلك مما لا ينبغي له وتعبيره بأنه مما لا ينبغي له مبني على أن المسلم مأمور بالصيام منهي عن تقديم الطعام إلى الآخرين حالة كونه صائما وأن هؤلاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الراجح والله تعالى أعلى ترجمة نانسي قنقر